نذهب إلى موضوع أيضا آخر موضوع هام جدا موضوع الشاي لأسباب صحية حيث يعد شاي الكامبوتشا شايا مخمرا يتناول منذ ألاف السنين يساهم في مكافحة الأمراض قاتل البكتيريا الضارة لاحتوائها على مضادات الأكسدا وهو غني بالبروبياتيك كل مرة نتخربت فيها ما يجعله مفيدا لصحة الجهاز الهضمي أما شاي ماتشا الأخضر فيساعد على تسريع عملية تمثيل الغذائي وزيادة إنتاج الطاقة وتسريع حرق الدهون بنسبة 17% وعلى عكس شاي الأخضر التقليدي فإن شاي الماتشا يبدأ تحضيره في مزارع الصين واليابان أبعا قبل القطاف وذلك بتغطية النبات بقطعة قماش ما يؤدي إلى نمو الأوراق ذات النكهة والملمس الأفضل وطهو أوراقه على البخار قبل تخميره روبايوتيكا أكيد طبعا لكل من شاي الكامبوتشا والماتشا فوائد واضرار كلاهما يساعد على زيادة وطيرة عملية الأيض الغذائي في الجسم وفقدان الدهون لكن هما يتسببان أيضا في حدوث خلل في وظائف الكبد والقلب إذا ما أوسيئ استخدامهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شاهدين معنا في الستيديو مختصة التغذية العلاجية رواء الرفاعي رواء أهلا بك صباح الخير يسعد صباحكم نسمع كثيرا عن شاي الكامبوتشا والماتشا موضوع الفوائد دايما ما يتعلق بموضوع التخسيس أو فقدان الوزن نريد أن نسأل في البداية عن هذا الشاي هو شاي صحيح؟ صحيح هل فعلا يساعد في هذه الأمور موضوع التخسيس وموضوع له فوائد صحية أيضا كبيرة؟ هلأ فعلا من زمن دائما نرتبط الشاي الأخضر بالدايت والنحافة بس للأسف نحن هلأ أن الشاي الأخضر بشكل عام إن كان ماتشا أو كامبوتشا أو الشاي الأخضر عموما له فوائد عديدة على صحة الجسم ولكن مو معناته أنه نحن فينا ناكل اللي برنيا ونشرب الشاي لننحاف أو لنخسر وزن ولكنهم أكيد بيساعدوا لأنه فيهم كمية عالية جدا من مضادات الأكسدة اللي بتساعد على زيادة نسبة الأيد إذا الشخص أساسا ملتدم بنمط حياة صحي ورياضة نعم طيب نحن نتحدث الآن عن نوع الشاي الكامبوتشا والذي لديه فوائد صحية والماتشا الذي لديه فوائد فيما يخص تقليل تنقيس الوزن والتخسيس نبدأ بالكامبوتشا لديه فوائد صحية ولكن لديه مضار إذا ما سيء استعمله ما هي الفوائد وما هي المضار؟ فعلا شاي الكامبوتشا هو شاي مخمر ممكن أنه هو يكون شاي أحمر أو حتى ممكن يكون شاي أخضر هلأ الفكرة من فوائده أنه هي عملية التخمير بتعزز البروبايوتك اللي هي البكتيريا النافعة أو غذاء البكتيريا النافعة وقتا منتناوله بيساعد كتير على تحسين الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي ولكن ممكن يكون له مضار إذا تخمر بطريقة غير صحيحة لأنه ممكن ينتج عنه يعني عن كمية التخمير ممكن ينتج مضادات أنواع من الأسيد يعني فكيف نعرف أنه يعني أسيئة أو أحسن تخميرهم هلأ أفضل شيء أنه نحن ناخده من مصدر موثوق لأنه إذا كانت عملية التخمير ببيئة ملوثة فهذا الشيء بيأدي لتخمير زيادة عن الحد المطلوب فبالتالي ممكن يأثر على الجهاز الهضمي بطريقة سلبية يعني بيعمل حرقة بيعمل مشاكل بالهضم حتى في ناس تتحقص منهم هذا الريواء إذا يعني الشخص هو حب هو يجيب الشاي ويسويه صحيح طيب كيف عملية التحضير يعني عملية تحضير الشاي كيف ممكن نشربه هل ممكن نشربه بأكثر من مرة في اليوم الجرعة المناسبة لو صح التعبير صحيح عملية التخمير هي تجي عبارة عن أوراق الشاي وخميرة وبيستخدموا شوية سكر بتحضيره وبينتقع تقريبا لمدة عشر أيام هلأ أنا ما بنصح أبدا أنه نحن نحضره بالبيت لأنه هو له طرق خاصة وظروف صحية معينة ولكن إذا أخذناه مخمير ممكن أنه نحن نتناوله ما بفضل نتناوله أكثر من مرتين باليوم قبل الأكل أم بعد الأكل ما في مشكلة هلأ نحن ممكن نتناوله أنا بفضل دايما مو على معدة فاضية يعني حتى لو مثلا مشرت قبل أو بعض الوجب بس مهم مو الصبح على الريق ولا هو ولا حتى شاي الماتشا يعني أي شيء ما نتناوله على الريق أو على معدة فاضية كم ننبه طيب فيما يخص الماتشا أحمل لا كنت أريد أن نسأل أيضا يعني كنا نتحدث عن موضوع الأضرار ما الأضرار إذا كان هناك جرعات أو شرب كميات زائدة قبل أن نذهب إلى موضوع الماتشا أكثر شيء أنه هو ممكن يسبب حرقة بيأثر على الجهاز الهضمي لأنه هو حرقة وحموضة حرقة وحموضة صحة لأنه يصير مثل الخل يعني إذا تخمر بشكل كتير وبينترج عنه منتجات كربونية اللي هي بتأثر ممكن تعمل غازات ممكن تعمل انتفاخات بالمعدة وممكن تأثر حتى على صحة الأمعان ممكن يسبب ألام في المعدة ألام في البطن وممكن يسبب أعراض هضمية مثل مثلا إمساك أو انزعاجات بالمعدة طيب فيما يخص الماتشا والأكثر استعمالا خاصة لدى من يرغب في تنقيس الوزن يعني هناك محاذير من استعمال شيء الماتشا طريقة استعمال ومن أين نجلب هذا الشاي يعني ما هي الأضرار الناتجة عن استعمال شيء الماتشا بغرض التنحيف فعلا هلأ شاي الماتشا مميز جدا وهو بتميز عن الشاي الأخضر لأنه نحن بالشاي الأخضر عادة مننقع الورق ومنتخلص من الورق ومنستخدم المنقوع أو منقوع الورق ولكن بالماتشا نحن نستخدم الورقة كاملة تنطحن وتتحضر على شكل بودرة فلأنه هي نحن نستحلك الورقة كاملة ممكن أنها تكون بالتربة كتير معرضة للتلوثات بالتربة فتمتص كتير من المعادن فإذا تناولنا بكميات كتير كبيرة كمان ممكن يأثر بشكل ثلبي جدا على الهضم حتى أنه نحن ما مننصح فيه أبدا للنساء الحوامل ما مننصح كمان على المرضيعات ولا للمرضيعات يعني منفضل ولا للأطفال ولا مننصح أنه نستخدمه للتخصيص أنه في ناس بيستهلكوه خمس أو ست مرات باليوم لا هي كمية عالية جدا يعني يفضل مكسيموم مرتين قبل المراهقين يعني بين العشرين وخمسة وعشرين وعشرات هلأ هلأ أكيد ممكن استخدامه ما في مشكلة هو بالنهاية شاية يعني بس الفكرة أنه نحن ما نعتمد عليه وما نكون ملتزمين برمضة حيات يعني في كتير من أخصائينا التغذيب يضعوا في برنامجهم الماتشة تحديدا لكن أيضا نسأل عن هل يمكن مثلا يعني فنجان واحد في اليوم هذا من جانب من جانب آخر هل خلطه مع أنواع تانية ممكن أن يكون له الفائدة المطلوبة منه أو يؤثر بشكل عكسي أو سلبي هلأ شاي الماتشة هو أساسا بيحتوي على العديد من مضادات الأكسادة ونحن كأخصائيين تغذية ننصح بمضادات الأكسادة بالدايت لأنها هي بتساعد على الهضم بتساعد أنه تمنع الالتهابات الموجودة بالجسم فهذا بالتالي بيساعدنا ما نكسب وزن بطريقة سريعة والحلو بالماتشة أنه هو بيحتوي على 137 ضعف عن الشاي الأخضر بمضادات الأكسادة فهو غني جدا حتى غني بالفيتامينات والمعادن ومفيد جدا للصحة الذهنية يعني بيعطي يقضى والحلو فيه أنه هو ما فيه كميات كافيين مثل الأهوة فبالتالي هو بيعطي نشاط ولكن ما بيعطي هذا النشاط الحاد اللي بتسببه مادة الكافيين لحالة بالأهوة فهو أساسا هو مخلوط بمادة الكافيين مع الألثة ينين فبالتالي بيعطي نشاط وبيعزز موجات ألفة بالدماغ فبيعطيك شعور هيك باليقضى يعني شكرا كتير إليك رواء رفاعي طبعا رواء مختصة التغذية العلاجية كنت معنا هنا في الستوديو شكرا رواء